موسيقى 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 عالمياً. دلنا بالإسبانية والحسانية. لماذا الحسانية؟ لماذا الإسبانية؟ الحسانية لأن كيف هموها المحتجزين بساكن بيدها عاد نقوله إلى بوليزاريو. هذه اللغة كي سمعوها. الإسبانية لأن إسبانيا والجمعيات الإسبانية اللي كتدعمهم للأسف الدولة الإسبانية فهمتي نصفته لما دل المساج لأنهم هو مع إسبان ونصفته كذلك لأمريكا اللاتينية اللي كان بعد الدول اللي هيديها تترجع للصواب وكذلك لأمريكا لأن أمريكا اللغة الثانية ديالها هي الإسبانية. مخرج أغنيات عدو الوطنكم للفنان الكبير محمد جبارة ومحمد عيوش. موضوع الفيديو كليب كيتحدد على الجنيه الأطفال في مخيمة تندوف. الموضوع هو إنساني في الدرجة الأولى. وموضوع وطني اللي كيقدر يتوشي واحد العصب اللي حيوي في البلاد اللي هو الأجيال القادمة. للأطفال تعنا محتجزين ومدخلين هم بتريقة قصرية لمشكل سياسي ديال بعض الأفراد في الأقاليم الجنوبية. التقام هو مجموعة ديال الأصدقاء اللي كتجمعهم صداقة قريبة ولا نقدر نقول علاقات شخصية. ومآمنين بالقضية الوطنية في الدرجة الأولى. لأنها قضية كتنسنا كاملين وصيرتو في هذا الزمن اللي هو زمن الوضوح أي وضوح المواقف. والموقف ديالنا راه بين باللي البلاد راه ما كان نقشوش الأرض واش الجنوبي ولا شمالي. را كان نقشو الوطن اللي هو المغريب. ولي الأطفال ديالهم شردين في ذلك المخيامات. كانت تقريبا تقام آمن بالفكرة. وكل شيء طوى قدر نقولها بحالة كان لأنه كان شوية ديال نوكرا ندات كل شيخ اللي خدمته كل شيخ اللي حياته الخاصة. واتج هنا للاقليم السزاق. الفكرة جات من بعد حوار كبير والطويل بيناتنا على الوضعية ديال الأطفال في المخيامات تيندوف. وبحكم أن الأم ديالي صحراوية في التسعينات كان عقل كان أول فوج ديال العائدين اللي كانوا فيه الأقاري بجيالي اللي خلاني نتمكن وانا الطفل باش نعرف هاد العصابة شنوكت أفعال جيلها وشنوكت تسواها بالضبط. هي هي عصابة بوليزاريو دائما عودنا علىها تلعب دور الضحية وهات الزمن زمن المعلومة ما يمكنش تلبس واحد لقناع اللي تقدر يتكشف فتواني معدودة. تقريبا العمل تقام كما نقول احنا في التقافة الأمازيغية تيويزي اللي هي كل واحد كي يحط من عنده شوية تقريبا كان في حدود خمسين الف درائم. العمل تخدم بالقلب والحاجة اللي تخدمت بالقلب كتكون صريحة والسير غادي توصل. الدليل كان في التعليقات في الفيديو في يوتيوب. في الحقيقة كان ذاك شي كي شوكي واحد شوية كي توشي في القلب. لأن قريت باللي ناس بكاوا رجالوا عيالات باللي أطفال تأطروا فاش شافوا الفيديو كليب مع العائلات ديالهم. زعما أول مرة غادي نشوف واحد تفاعل ديال الإخوان ديالنا الموريتانيين والجزائريين والمغاربة اللي كتجمعوهم واحد القاضية إلى الاتحاد المغاربي وكي حلمو بيه. وناقشو في التعليقات ديال الأغنية. هذه الصورة ركو ما عرفتها في سيدنا الله ينصره كان هو اسمنا. الحديد اللي كيكون عند سيدنا مع أي فنان هو هو الرضاء دياله. لشكل يا أنا كابيخسون كالداخل ديالي كمواطن مغربي لساتيسفاكسيون. شي عاجة كبيرة وصلت لها. يعني شادي نقول لك حبيبي أي مغربي منا مغربي كان. ركيت من يوصل للسيدنا قبل ما يوصل أي واحد في العالم. لأنه هو الدار الكبيرة ديال البلاد. هو الأمين ديالنا على البلاد. شا نقول كل واحد كيوصلت لما إلا كيطير بالفرحة.